الأهل الكرام أهلا وسهلا فيكم بجمعية شهد قسم الدعم النفس الاجتماعي بجلسة جديدة من جلسات التربية الإيجابية للأهل اللي عندن أطفال واللي هي بعنوان فهم حاجات الأطفال النفسية الاجتماعية ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكوا كل شي جديد تأثير الأزمات على الأطفال بتأثر الأزمات على الأطفال زي ما بتأثر على الكبار بتأثر على الأطفال بطرق مختلفة باعتمد الأطفال على الرعاية والتعاطف والاهتمام من البالغين اللي بيحبوها ببعض الأحيان بيتعطل تواصلهم معهم بسبب بعض الظروف اللي بمروا فيها مثل الحروب، تفش الأمراض، الكوارث وغيرها أو بسبب انشغال أولياء الأمور بشكل كبير بحماية الأسرة وتأمين معيشتها وقياب العاطف من أولياء الأمور بشعر الأطفال زي ما بشعروا أولياء أمورهم من التوتر والعواطف كثير ما بتعرض الأطفال لأحداث صدمة فترة الحروب أو الكوارث أو تفش الأمراض مثل خسارة الأحباب واضطرابات بحياتهم وروتينهم وهذا الشيء بيؤدي للاكتئاب بعض الأحيان أو الألاء عند الأطفال الأبحاث أظهرت أنه كل ما ساعدنا الأطفال بالتعامل مع الضغوط بوقت مبكر منعنا حدوث مشاكل نفسية خطيرة بوقت لاحق بالحياة كيف تؤثر الأزمة على الأطفال؟ واحد ردود أفعال شائعة معظم الأطفال بشهدوا بعض منها بمرحلة من المراحل على الرغم أنه معظم الأطفال بتعافوا كل طفل بستجيب بشكل مختلف وفقا لسنها أو جنسها أو مزاجها وما في ردود فعل صحيحة أو خاطئة من المهم بالنسبة لكم مناقشة التغييرات الإيجابية بسلوك أطفالكم اثنين ردود فعل مفهومة بلاحظ الكبار التغييرات بالسلوك بصورة جيدة وإنهم بعرفوا زعل أطفالهم أو تعصيبهم هون أنت قادر تربط إذا أنت كنت زعلان أو مع الصيب قديش أثرت على أطفالك؟ هل يوجد عند الأطفال بعض الذكريات المؤلمة؟ بمتلك الأطفال عادة ذكريات مزعجة بعد التعرض للإجهاد وبسبب الضغوط والأزمات اللي بمروا فيها ممكن إنها تكون بشكل كوابي صور أو أفكار خلال ساعات الاستيقاظ زي ما هو الحال مع البالغين ردة الفعل الطبيعية للأطفال هي محاولة دفع هاي الذكريات أو الأفكار بعيد أو تجنب تذكر الحدث اللي ممكن يأثر عليهم مؤشرات الإجهاد الحلقة الشريرة أو الحلقة المفرغة كيف يوفر الدفع أو تجنب الذكريات الصعبة راحة مؤقتة؟ بس بنع التعافي على المدى الطويل رح نبتدي بالدائرة أو بالحلقة المفرغة أول شي ذكريات صعبة أو كوابيس بعض الأفكار والذكريات الصعبة والكوابيس من الأحداث المؤلمة هي اللي بتبقى بعقلك التجاهل والدفع بعيد رد الفعل الفوري هو الدفع بعيد أو تجاهل هاي الذكريات أو الأفكار الصعبة الراحة على المدى القصير شعور أفضل لفترة أصيرة من الزمن الذكريات الصعبة الكوابيس بتعود بشكل أحد وأقوى وبتزداد غلبية تكرارها بتعود الذكريات السيئة بكتير من الأحيان بحدة أكثر وبتستمر الحلقة الشريرة الحل لكسر الحلقة هو التحدث عن الحدث الأليم ونوجد الراحة قدامنا صورتان الصورة الأولى بتبين أنه عليكم ما تخلوا أطفالكم يشاهدوا الصور العنيفي لصراع على شاشات التلفزيون أو إن هن يسمعوا مناقشات الكبار حول الصراع أو النزاع الصورة التانية بتبين أنه عليك الإجابة على أسئلة الأطفال حول الوضع الحالي باستخدام اللغة المناسبة والمطمئنة التعليم وتعلم كيفية دعم حاجات الأطفال النفسية والاجتماعية من المهم أنه يستمر الأطفال بالحصول على فرص للتعلم من أجل مساعدة أدمغتها بالتطور بطريقة صحية من أجل اتخاذ الخرارات السليمة اتخاذ المخاطر والخطط المناسبة لمستقبلها بحتاج الأطفال التعليم ليحصلوا على فرص للتعليم العالي وفرص للعمل بالمستقبل خمس مبادئ ممكن لأولياء الأمور اتباعها للحفاظ على أدمغة أطفال عن طريق وسائل صحية من أجل دفعها للنجاح بالمدرسة والحياة واحد خصص وقت لتحكي معهن عن المدرسة والتعلم مثلا أحمد حبيبي خبرني شو تعلمت اليوم بالمدرسة اتنين خصص وقت لتحكي عن أحلام الأطفال وأهدافهم مثلا فاطمة حبيبتي بعدك حاب تصير معلمة ثلاثة أكد على أبنائك ضرورة الحضور للمدرسة وعدم التغيب لأنهم بحاجة للمدرسة من أجل التعلم والحصول على فرص بالمستقبل أربعة روح زور مدرسة طفلك واسأل شو عم بتعلم الأطفال واسأل الأسازة عن وضع الطفل خمسة اعرض المساعدة على الأطفال بالتعلم ولعب الألعاب التعليمية الواجب المنزلة رأبوا أطفالكو وحددوا علامات الإجهاد خبروهن إنكو بتحبوهن مارسوا تمرين الاسترخاء أحبابي إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكوا كل شي جديد